هل المرأة هل تتكلم عن رجال اذا ضرب اولاده؟ نعم هل المرأة هل تتكلم عن الزوج اذا ضرب اولاده؟ لا بس انتلحها في الموضوع اذا كان الزوج يسلف بادب وليس عنده بصيرة العزب لكن بحكمة بيوصوب حسن بيوصوب حسنة لا بالغلة والشدة ولا بالأسائب والذي تسبب جراقه لها او شدمه لها ونحن نحن نحن اما يقدم التأذيب الصارع والتأذيب المناسب فليس لا تدخل في ذلك لان هذا ما يفكر عنه وما يؤسد الاولاد عليه بل فعينه فعينه على ذلك تدعول شجعه وتكون عملا له على تأذيبهم فيما تدعوهم ويردعوهم عن السوف لكن بعض الاباق قد يسلف في الصافا كبيرا ويضع الادة في المحله فليؤدب على السيد يسير في اشياء كبيرة اذا تدخل في هذا الحال في وجه مثل صالح وبأسلوب حسن لا يثيره ولا يثيره الاولاد عليه بل يكون بأسلوب حسن او في وقت اخر في غير وجود الاولاد في وقت اخر يكون اسلم واحسن الا اللهم ان لا يكون شئ كبير لا يمحمد فلا تدخل بحضرة لكن اذا امكان يكون تدخلها في غير وجود الاولاد بوقف اخر بينها وبين خاص تقول لكذا وتقول لكذا ويألم كذا ينبغي للكبهين وينبغي ينبغي الأدم بصورة كلا ننبغي النصيحة والتعامل على خير ملاباس اما ان كان تأذيبه مناسبا وفي محله او تأذيب لم يغيجاوز الحدود فان افعينه على ذلك سجعه على ذلك عند اولاده وبغيبتها ولا